شهد معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم حفل تخرج إحدى دورات التعب المتقدمة للضباط بمركز تدريب قوة دفاع الملكية فلدى وصول صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين لموقع الحفل كان في الاستقبال سعادة الفريق الركن ذياب بن سقر النعيمي رئيس هيئة الأركان واللواء أركان جابر عبدالله بن حويل آمر مركز تدريب قوة الدفاع الملكي وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وقد تفقد معالي حرس الشرف الذي اصطف لتحيته وألقى آمر مركز تدريب قوة الدفاع الملكي رفع فيها أسماء آيات الشكر لمعالي القائد العام على الدعم الكبير والاهتمام المتواصل بمركز تدريب قوة الدفاع الملكي ما كان له أكبر الأثر لتطوير قدراته وتعزيز كفاءته التدريبية وقد حث معالي القائد العام الخريجين على مواصلة التدريب والاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تقدمها قوة الدفاع مؤكدا معاليه ضرورة تطبيق العلوم والمعارف في تطوير القدرات العملية للذود عن تراب الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وقد تفضل معاليه بتوزيع الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية على المتفوقين